مرة تانية بنعود لحضراتكم ومرة تانية برحب بيك وكل مشاهدين الكرام موضوعنا دلوقتي اللي هنكلم فيه مع ضفنا الكريم هو عن زراعة الخضر في مصر وهجين الخضر أيضا كمان وازاي ان احنا ممكن يكون طبعا زي ما احنا عارفين احنا كلنا بلد زراعي يعني واساس الاقتصاد بتاعنا هو اقتصاد زراعي ولكن احنا الى الان بنستورد يعني بزور خضروات وتقاوي وحاجات كتير قوي طب الملف ده يعني ازاي ما احنا ممكن نضغط بهذا الملف وبالتالي يكون لدينا التقاوي بتاعتنا بالزراع بتاعتنا بمنتجاتنا احنا هل ده صعب يعني ده في الافق او من يعني ينشد الزراع في مصر هل بالنسبة له الامور دي صعبة ولا الامور عاملة ازاي ولهناك اكيد طبعا فيه تعقيدات فيه تفاصيل الامور احنا لنعلمها كل ده هنعرفه ان شاء الله من ضفنا الكريم دكتور محمد عبدين باحث في وراسة وتربية الخضر برحب بحرطة جاهزة احنا وسهل مبدئيا احنا عندنا قطاع زراعة الخضار في مصر طبعا قطاع مهم جدا وايضا كمان عليه ركيزة كبيرة جدا من الفجوة الغذائية بتاعتنا وايضا كمان الاقتصاد الزراعي لو هنتكلم عن هذا القطاع باقي فعندما هل تشايفه ازاي والامر عامل ازاي في مصر في الوقت الحالي دلوقتي هو قطاع الخضار يعني الخضار بصفة عامة يعتبر الغذائي الذي لغنا عنه على الماء ده سواء اكل سواء سلطة سواء حتى المريض سليم اكله سلطة يعني خضار سوق الخضار في مصر سوق خاص بالكل ما لز وطب كله شغال فيه يعني هجون محلية اصناف قديمة اصناف جديدة هجون مستوردة هجون غير معروفة المصدر كل هذا بيصب فين في السوق المصر سوق المصري واسع وكل شيء بتحمل مش حاجة ما بتعطش مشاكله كتير جدا ان انت الحاجة اللي يعني مفيش برضو الفلاحين بيزرعوا بعشوائية برضو مش حد بيزرع بفكرة يعني في حاجات صيف تزرع عشيته يقولك بعد كده في مشاكل في النوع في حاجات عروة ما تتحملش العروة يعني مفيش برضو الوعي اللي واصل للفلاح ما بيسألش المتخصص هو بيشتغل بدماغه بيشتغل بدماغه بيروح المشتري ياخد شتلة الشتلة دي مصدرها ايه جاي من فين ايه اصلها معاد زراعاتها هل ده مناسب او او مش مناسب هل هجيب لها عد اقتصاده بش هجيب لها عد اقتصادي امور كلها خلط نتجتها ان فيه لخبطة في السوق ممكن تلاقي الطماطب في يوم بعشرين جنيه بعد كده مش تلاقيها تمانها مش قادر يشارها من الارض السوق التنظيم عدم تنظيم الدورة الزراعية برضو في مصر كل اللخبطة دي مسببا ان فيه فجوة في الغذاء يعني الغذاء الخضر بالذات عامل فجوة يعني مش قادرين نحكم مش حد قادرين يحكم السوق لا مسؤول ولا فلاح ولا معنسو دكتور كان دايما بتقال ان نهضة زراعية لازم يبقى أساسها دورة زراعية اللي احنا بدأنا نتخلى عنها ولكن كتير بعد كده قالوا احنا ما نقدرش نطبق الدورة زراعية لان ما عادش عندنا أساسا المناخ مستقر احنا دينا تغير دائم في حالة المناخ فبالتالي هيبقى زي ما حد تقول كده اللي كان بيزرع صيف بقى بيزرع شتا واللي بيزرع هنا بقى بيزرع هنا فالأمر يمكن يكون خارج عن الإطار ولا يمكن التحكم في هذا الإطار حتى واحنا عندنا مشكلة كبيرة زي التغير المناخي مثلا هي الدورة الزراعية التحكم فيها سهل التحكم فيها ان الدورة ما بتمشيش بالأهواء تمشي ان فيه الدولة منظمها وفيه إرشاد وفيه يعني انت لو خلفت الدورة فيه عقوبات الارض هتتحارت مش حاجة اسمها ان انت يعني انت ماشي في الدورة المنطقة دي هتتزرع محصول كذا هتتزرع أطنة هتتزرع دورة هتتزرع عمح مش هتتزرع رز أي إن كان الوضع ما ينفعش انت تتخالف تعليمات الدولة اللي حطت الكلام ده ناس علمة يعني الناس عندها علم عنده علم يقولك الارض دي مجهدة مش هتتحمل المحصول ده في الفترة دي عملية الدورة حتى طلعت الهجن فيه هجن متحمل الحرارة هجن متحمل البرود هجن بتاعك كده لازم الامور دي كلها تكون عند وعي توصلوا الارشادات يبصلوا باكي أو يبقى فيه كتايب موجود تلاقيه في كل مكان إن فيه العروة دي نوصي بكذا ويبقى يعني على أقل فيه تكاتف إن الناس كلها تبقى عارفة أنا في الفترة دي أنا عندي دورة زراعية هزرع طماطم المراتي هزرع خيار المرة الجاية هزرع كذا هزرع كذا أختاري الهجين أو الصنف المناسب للمحصول ده مش حاجة اسمها دورة ما ينفعش تنظام استاذ الدولة تدخل بقوة في تنظيم الدورة الزراعية طلاق تشريع مجلس الشعب وقرار وزاري بعودة الدورة الزراعية لأن مصر ما بزش الزراع فيه غدا ما الدورة الزراعية وقفت وفاعل معها زراعات عقدية اتنين دول لو مشوا خط متوازي الزراعها ترجع اتزانها تاني يعني دول هم العمدان دول عمدان لأسين عشان ترجع انتظام زراعة مصر دورة زراعية وزراعة عقدية أنا فلاح بزرع محصولي متعاقد على توريده مش هزرع محصولي وهروز بي مش عارف وديه فين هبدأ أشوف بسيط يودهولي أو ودي مصنع يخدهولي الأمور ده كلها لازم أكون أنا عارف أنا من العقد الشعب متعاقدين النهاردة سعر طالع سعر لا أنا أنت متاخد مني حتى الفرحة الدولة تقول لك أنا أخذ مني هبيع المحصول كلالة هبيع المحصول بالأرض كله يعني عجل نخلص من مسؤوليته أفكار طالعة كتير دي كلها أفكار طبعا أفكار هداما أنت مش عايز تمارس دورك لا أنا أدي التاجر ونخلص من مسؤوليته عجل أسلمه الوقت الأمور دي كلها لازم دورة زراعية وزراعات عقدية ودول لازم يطلعونهم تشريع طب هل ممكن أتوقع بقى دكتور محمد إن لو تطبقت بالفعل الدورة زراعية بهذا الشكل المنضبط إن فيه زراعات يعني بدأت تفقد روناقها زي القطن مثلا زي الأمح هترجع مرة أخرى لسابتها وقوتها نقدر نقول كلا وصولنا الورسية موجودة وفلحنا المصري موجود وأرضنا موجودة التلات عناصر دوله موجودين أنا رجع بس مجرد أنها أزرع القطن في معاته أزرعه في أماكنه أزرعه في فيوم أزرعه في بنشويف أزرعه في الصلاة الأماكن كل نوع برضو مناسب لبنطيق بتاعت لازم الحاجات تزرعه ترجع أن أنا عارف أن أنا هزرع كذا أما أنا سيبها شوية لا أنا أشوف المحصول اللي هيكسب لي ممكن للقصن لو أنت زرعنا مساحة محددة من القط مساحة محددة من الرز على أقل أبع عارف كدولة عندي احتياجات اللي هستوردها هي عندي عجزة في محصول كذا عندي متوقع إنتاج كذا يبقى عندي النقص اللي أنا متوقعه عارف في حسابات دقيقة ما بقاش العملية أن أنا حسب العرض والطلب ممكن سعر العرض دولة غالي يعني عجزة عندي عجزة في الأمحة سعر توريد الأمحة هالي ور هتطر جيبه بسعر عالي أما لو أعمل حسابي أن أنا خلال الفترة الجاية المحصول المتوقع عندي في الدورة الزراعية كذا هعمل حسابي أن أنا أشتري بدري نعم زي حاجز الطيران أنا أحاجز طيران بدري مش أحاجز نفس الطيران في نفس اليوم هشتريها غالية لو شارها من ست شهور فاتت عارف أنا أحتياجة على أقل يبقى فيه فروق طفيفة لو فيه عجزة بسيط ما يبقاش أنت الفجوة كاملة يعني هيبقى فيه اقتصاد هي الزبط الاقتصاد لو الزبطت الزراع تقاوي الخضار يا فندي إحنا من السوردها تقريبا كلها من بر مش كده؟ للأسف طب إزاي بقى إزاي وأنا دولة زراعية ده جيز إزاي يعني هذا الخلل يعني أنا عارفة نوع تراكومي بسيحنا وصلنا له إزاي لو حركت تشرح لنا بقى يا دكتور مرح وصلنا له إن إحنا عندنا شركات زراعية افترد الشركة الزراعية عاوز يكسب 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 ما فيش حاجة أقدمها للبلد نهائيا فيش أي عقد بياخد ما بديش وفي نفس الوقت عندي رسائل علمية وباحثين عمرهم كله ضاع في إنتاج هجين معين في إنتاج صنف معين في رسائل في شقة شقة أسرة كاملة شقة باحث وهذا العلم وهذا النتاج نتاج مجهود علماء وأسدزة ومشرفين ومراكز بحثية وكل هذه الأمور طلعنا الهجين سجلناه ما فيش شركة متعاقدة معه لازم أنا أفعل حاجتي هنا خلي الشركة أنت ما تستورد لش باش أنت هتستورد لعشر هجن كنت لو بشمان بطيخ خيار لازم تنتج محل زيهم تنتج محل زيهم أنك تتعاقد مع باحثين مصريين منتجين أصناف تسجلت هجين مقابل هجين أنا مش هتسجل لك أصناف لغير ما التعاقد لما هجين محلي وتنتجه في مزرعتك مش حاجة اسمها تنتج بس وتستورد لازم يكون معك على الأقل مزرعة متفدان متفدان وتنتج جواه أنت ما متنتجش مجرد بتستورد وسيط بتستورد وتبيع أنت فين دورك الوطني فين المزرعة البحثية بتاعتك لازم يبقى عندك مزرعة البحثية والمزرعة البحثية دي يبقى عليها مشرف دكتور تعمل له إعارة داخلي من مركز البحوث من الجامعة لا تاني أنا عايزة حراتك تقولي الأليات دي تاني يعني حراتك بتكلم عن عن ده 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 نمط تاني خالص غير السائد ده نمط اللي ماشي بره بره أنا دوقتي تاجر تاجر هو تاجر عن الناس تمام ده الوضع اللي حصل حاليا فأسميده في مبيدات في تعاوية أنا دوقتي عايز أنتك لازم أنتك لازم أفعل القطاع الخاص قطاع الفوص يفعله إزاي أنا كشركة قوية ما نفحش ما ديكش تصريح غير ما يكون معك مزرعة على الأقل ميتفدان في النبرية في الصالحية في منطقة مستصلحة جديدة أجبرك أنك تستصلح لو ما استصلحتش وتزرع كمان تستصلح وتزرع هو الوضع الحالي دلوقتي بياخد تصريحة لأيه هو بيستورد بس بس على الاستيراد فقط بيجيب الهاجين يروح مقدمه للوزارة يسجله سجلته خدت موافقة الوزارة زرع في كم عير والزرع في كم مكان اللجنة وفقت إن الهاجين ده حلو وأنا وفقتها ليس جلته ابدأ بيه بقى مفتوح ممكن على الأقل حاجة يحصل ارتداد بعدها 4 سنين الهاجين ده ممكن يصاب بالفيروس لازم بقى في لجان كمان متابعة بزي الجودة الجودة والتطبيل في الجماعات دلوقتي أنا بديش الجودة والاعتماد مفتوح أنا بديها وبعد 5 سنين بنزل أشيك تاني بديك الشهادة 5 سنين أنا بديك شهادة الهاجين ده 5 سنين بعد 5 سنين لازم تقدموا للتسجيل تاني وفي نفس وقت خلال الخمس سنين دي في لجنة متابعة تسجيل الأصناع اللجنة دي تكون على مستوى كل جماعات مصر لجنة من كبار علماء مثلا الخضر من كل جامعة واحد بحيث إنها تبقى شاملة مصر كلها على الأقل 25-30 بحث دول يتلقوا شكاوي الفلاحين الهاجين ده مزروع مثلا مزروع في المكان الفلاني أنا عندي شكوى فيه تتكرر الشكاوي من نوع معين أجمحها وانزر أشوف نعم يبقى عندي بصمة ورؤسية للهاجين اللي الشركة مقدمها عشان ما يتنصلش من مسؤوليته يقول لك لا ده الهاجين اللي الناس بتشتكي منه مش بتاعي لا أنا عندي بصمة ورؤسية متسبتها من الهاجين اللي أنت مقدمه في الأول وقارنها بالعين اللي الفلاح جابها ويبقى عندي خبراء في البصمة ورؤسية ده له علاقة شوية يعني موضوع التكويد هو يعني شوية لو اتعمل التكويد هيقلل كتير جدا من التنصل أنا لو بشتري فاتورة برقم باكت برقم كذا أنا عارف أنا جايب إيه دي نقطة إننا ضمن يعني فيه علاقة فيه علاقة عقدية ما بين الفلاح والشركة بتقول إن فيه علاقة حصلت مش أنت جبت صنف وتقول لا مش بتاعي والله أنت جبتهم مكان تاني لا أنا فاتورة بتاعته هي ودي البصمة بتاعته لو الاتنين البصمة مطابقة للصنف اللي أنا سجلته في الأول هتتنصل لمسؤولتك اللي ده أنت تعوض الفلاح وتدفع له كمان فلوس وتدفع فلوس للدولة كمان إنت جبت حاجة مضروب وتتلغى تسجيله يعني أنا بقول لنا سجل الهاجين خمس سنين مش مفتوح مفتوح أنت بتتاجر على الناس سنة دي بسعر بكرة بسعر سنة جاية بسعر لا ده مدته خمس سنين ويعاد تقيمه مرة أخرى بعد خمس سنين وتبقى لجان محايدة مش لجان يعني الناس يعني الأمور فيها مش الأمور مش يودي لازم تبقى أمور صعبة الهاجين متقيم صحة متسجل صح ويعاد تكونوا بعد خمس سنين وفي نفسه ده الهاجين الأجنبي ده أنا بقول له أنت معك أجنبي عشرة لازم تتعاقد لي مع عشرة زيهم محلي وتسوقهم المنع أنك تسوق العشرة المحليين وتنتجهم تسمعنا كل القصة أنا الهاجين الهاجين عبارة أني تزوج يسوقهم زي دكتور محمد زي ما بيسوق الأجنبي هو بيجيب الأجنبي وعمل له لبل حلو وبكت حلو حاجة حلوة حاجة شيك أنا الهاجين المحلي الناس ما بتعرفوش لإني مفيش حد بيسوق لي أنا كباحث معنا كده أن الهاجين المحلي قاعد ماركون دلوقتي مفيش أي مفيش حد بيدور بي أنا عمالتي اللي علي يعني أنا عندي أنا كدولة عندي عندي حاجات أنا جاب في الستوديو شوية صور لهجن مصرية إنتاج بحسين مصري لأقول لحضرتك دي تجميع على مستوى مصر كلها حاجات خرافة يعني خرافة بالنسبة للأجنبي نعم وبتقاوم كمان الفيروس والإصابة والعقد الحالي يعني أنا عندي بمواصفات أعلى عندي مواصفات أعلى والأرض اللي بتقول والفلاح اللي بيقول الله ومالي الاستراد الاستراد إن أنا يعني صوت المال أعلى صوت رأس المال أعلى صوت العلم واطم مش واصل الله أنا عايزة فهمها طب ما هو ما هو استراد ما دي فاتورة على صاحب راس المال هو بيكسب طب ما ياخد من بيكسب دهب طب ما ياخد من المحلي أكيد هيبأ أرخص لا مش هيبأ أرخص طب فاهم هالد معلش يا دوتو هياخد المحلي هيبيع بسعر أليل لأنه هو أخد أليل فرق لو لت حديك المحلي سعره ربعة أو خمس سعر الأجنبي في الجرام الواحد ده الموضوع ده محتاج تشريع محتاج تشريع أن أنا بقول لها حديك أنا أجبرك أنا كشرك التقاوي أنت عايز تخش في سوق التقاوي وتكسب لازم تنتج لإنتاج المحلي تساعد لإنتاج المحلي والفلاح اللي يحكم وتتعقد وتتسوقه كمان هاجين قصاد هاجين هاجين كان تلوب قصاد هاجين كان تلوب وتاخده من السجل في الوزارة صعوبة يعني هذا الإجراء اللي حالك بتقوله أو هذا الحل قرار وزاري وقرار مجلس شعب يعني شركات التقاوي اللي تشتغل يبقى عندها مزرعة بحسية ولا مش هجدد لها الترخيص مايبقاش الترخيص مطلق لازم بقى فيه لجاند شايك على المزارع دي زي ما أقول لها دا حاجة الشركات الأجنبية اللي بيدلوا لهاجين بيجي يشايك عليه على فكرة بيجي خبراء أجانب من كل هاجين يجي يشوفوها زرعة ولا مش زرعة آه طب ما نعمل كده على هاجين المحل بتاعها طب أنا كنت أسمع أن تقاوي الطماطم دي غالية قبل البزور بتاعته الطماطم غالية جدا البزرة وصلت أقول لحظة نوصلت جنيه وقتا من جنيه كمان البزرة البزرة الوحدة يعني أموان مسلا يعني أرقم أرقم تلكية يعني عدي السنة دي حصل عندنا عندنا حصل طفان في تقاوي يا دكتور محمد إحنا عندنا بزور طماطم مصرية عندنا بزور طماطم مصرية مقرنة السعر بل اتنين خمس والربع مش فوق والله الربع والخمس إيه ده ليه كده والجودة أعلى ومعروف أصلها إيه لم تهرمنع لم تفيروسها لما شكوك في زمتها لما شكوك في أصلها لجاي من إسرائيل لجاي من هولندا لجاي من سويسرا لجاي من أسبانيا أنا مش عارف الباج جروند بتاعها إيه لها على أل جاي من أب أنا عارف الأب والأم انتاجي في إيدي أنا كباحث عارف أنا بعمل إيه عارف الأبين إلا أنا بهجم فيهم مش جاي لهاجين أنا لو منعت عنك السنة ده حصلت مشاكل أي مشاكل بين الدولة أنا بستورد منك ومنعت عنك الهاجين ده أنت هجيبه من إيه عليت عليك سعره أنت كده كده ما عندكش إنتاج محلي لازم عندك احتياط استراتيجي بتاعك يعني احتياط استراتيجي بتاعي وعندي أقوى استرات كله أشكال وألوان أحمر أصفر الجديد الكناني هجون طماطم البلاحية والطماطم العادية الطماطم الشري برضو موجودة الفلفل الألوان بكل أنواعه يعني أحدث الصيحات دلوقتي كل شيء الباحثين ما شاء الله يعني ده علامة مصر علامة مصر وأبنائهم نطلعين كل كل مش أقولها ما يكون عرافة ما فيش حد يسويقه وبيتسجل وحتى التسجيل لازم تتفع أربعة رائعة نحن نسجل الصم أنا أخوض حتى يعني التهاوت شوية في التسجيل التسجيل يبقى مجاني والشركة اللي تسجلي أنا أجبر الشركة اللي هي تتعاقد معي وتسجلي ولازم يقوم معك مشرف بحسي زي ما الناس برة بتعمل يقولك حاجة اسمها أعرة داخلية أنت كشركة بحسية لازم يكون معك مستشار علمي المستشار العلمي ده عنده خمس ست أصناف لازم كل صمف يكون معه دكتور أخذ دكتوراه في هذا الصمف فريق بحسي منه في مركز بحس وفرت مرتبة على الدولة حملته على القطع الخاص وفي نفس الوقت هو جوه بلده بيخدم بلده وبينتك فعلاً إنتاج محالي يعني بدلاً ما أقولك أنا هنقل مركز بحس بره لا متركنش بركز بحس بره مركز بحس إن العنصر البشري خليه تعاقد بسعر بره جوه وهو بره ما باستخصارش لأنه كده كذبان أنا لو عندي فرق علمي مع الشركة مع رأس المال وقلبه جباري حتى هو رأس المال ورافد ما تكملش في الموضوع ده طب يعني لو كلمنا عن التقاوي المستوردة خطرتها إيه عشان برضو نبقى عرضين خطرتها إن أنا أولاً كل الجوانب إصابة ممكن فلحظة تصاب مش عارف العقل الفيروس بتاع حقي ممكن ولحظك بعد سنة سنتين هي كويس يحصل لا ارتداد تيجي سلالة فيروسية مختلفة تصيب المحصول في الأرض ما حصل السنة دي في أحد المحاصيل الناس اتضمرت يعني شئ مهور يعني كان الهاجين ده كان السنة الفاتف الناس مش لقى تقاوي بتاعته أسعاره غالية جداً السنة دي اتباع بأرقام فلكية في خلال 25 يوم 30 يوم تصبر فيروس العروة كم لها اتضمرت طبعاً إحنا جايما احتاجين يعني حزمة من المشروعات من التشريعات أول حاجة فيما هو مطالق وتشجيع التقاوي المحلية طبعاً بكل الأليات اللي حد ذاك ذكرتها أو أيضاً كمان حماية المزارع والفلاح لما زي حد ذاك ما ذكرت أيضاً كمان يعني هجن الطماطم السنة دي كان فيها مشكلة ولو عادة كمان لو المساجن الصنف عنده بصمة ورصية بتاعته ومقدمها لجنة تسجيل الأصناف وفي لجنة خبيرة بكده أنا الفلاح عندي مشكلة بيقول الهاجين ده أنا جابه من أحد من سين من الناس هناخد عينة عينة من واحد واثنين وثلاثة العشرة عينات عشوائية اللي انت بتشتيكه وعندك مشكلة هناخد البصمة ورصية بتاعته لو مطابقة للصنف بقى انت كشركة ضررت الفلاح ادفع له تعويض مش تدفع له ثمن التقاوي بس لا تدفع له ثمن خسارته في الموسم كلها الرجل كان هيكسر ممكن يبقى فيه حاجة اسمها مسمن زراعي يجي يحسب من الخسارة خبير الزراعي خبير الزراعي قضايا يقول لنا الخسارة رجل الزراع رجل الزراع عشر فددين صرف عليهم كذا وكذا صرف عمالة صرف الرش صرف تسميد صرف الأمور ده كلها لا ده تقدير الخسارة بتاعته كذا ولازم تتفحه أجباري وما تتفحه أجباري مش هتكمل السنة الجاية لازم فيه برضو حزمة عقوبات احنا كيف بنكلم في الأحلام ولا بنكلم ممكن والله احنا متوسمين خير في الفترة الجاية انه فيه يعني فيه أمور يعني طبطبة ما عادش موجودة يعني القطاع الزراعي لازم ينهض وبقوة كمان يعني لازم الناس كلها تتكاتف جامع مركز بحوث يبقى يدوم واحدة والقطاع الخاص لازم يدخل مش داخل بمزاجه لأدخله غصبا عنه طب شوية بقى يعني نروح شوية كده عند مركز البحوث دورها ايه انتجها دلوقتي عامل ازاي عايزين نبص عليها بص مركز البحوث حاليا الناس بتفهم يقول لها حضرتك بتصرف من جوبها أولا بتنتج الشغل ده من جوبها عشان يصرف عمالة وتسميد ورش وخدمة ويطلع لها ويطلع يعني يسافر برضو على حسابه عشان يهجن ويعمل شغل في صوب وشغل في أنفاء وشغل تقييمات عشان يقول أنا عندي هجين ويقدمه للوزارة عشان يتسجل بعد ما خلص المفترض أن فترة العناء السنين دي هجين على فكرة ما بيخدش سنة وإثنين عشان يطلع عشان تعمل تأصيل الأصناف فيها عشر أو اتنشر سنة عشان طلع هجين بعد كده تقول أنا عندي هذا الشيء إلا للمنتج اللي بقدمه للبلد المنتج اللي بقدمه للبلد ده خلاص مش دوري انتهى أنا سجلته محصول واحد مثلا زي محصول الطماطر عندنا كم هجين شكل وكل لون يا ما تقدرش تحكم السوق المستورط إنه كل يعني يستورد حاجة بيجيب كمية يدخل يسجل الصنف توفي عليه خلاص أصبح موجود في السوق ما فيش حتى وقفة بعد خمس سنين أقوله أنا عيد لقييمه تاني خلاص أنت موجود وتقدر تجدد وممكن أصلا لازم يكون في حتى عينات عشوائي أنت ممكن أصلا جوة الشركة نفسها الموردة في خلال التوريد تغشيرك في الباكت أنت لازم يكون في رقابة برضو أنك أنت كل تاخد عيناتها عشوائي تشيق على البزر اللي جاي جديد مش خلاص أنا سجلت حاجة نمبر ون أجيب بعد كده في السنة اللي بعدها السنة اللي بعدها أغشيلك جوه أتأكد إن فيه مطابقة تامة للهاجين كل لازم لبصمة معامل البصمة يشتغلوا على حساب الشركات تكلفتها مش عالية أنا عندي جيل من خارجين البيئة تكنولوجيا لهم معامل الحكومية ونشغلهم ممكن يبقى مجال أيضا كمان لاستيعاب طاقات شباب مجال إننا على طول أنا أخد عينا من كل باكج عينات عشوائية الحجرة الزراعة تأخذت أشيك النوع ده هو مطابق للصنف للسجر في الأول ولا لا فيه غش تجاري حصل أستبعد ما ممكن تكون الشركة برضو مظلومة يعني برضو إحنا مشقول الشركة دي جابت الهاجين كويس الشركة اللي بره أو الوكيل اللي بره بدأ يغش بدأ يزور صحيح أنا أحمي شركة دي بقول لحبيت يبقى عنده رقابة أنه ياخد عينات عشوائية تشيك عليها برضو يبقى هنا برضو الأمور تبقى وعية لمصلحة الشركة لمصلحة الفلاح لمصلحة المواطن أيضا قزمة للحظر في الأكل ممكن تكون الشركة ما نشده ملهاش علاقة ممكن الباكتات تتغشت لغرض ما بالنسبة للأسواق العالمية يعني سوء سوء خصب آه خصب لأي فكرة يعني فيه نوع من التغافل عن حيات تتير أو ممكن ده الإسلوم أي حاجة أبل كده كنا نتكلمها في نظام المنظومة نحن نعمل شجرة ورقم باركود عشان أضمن عشان أضمن عشان أضمن اللي جايل ده أنا عارف جايله هو بيقدم حصوله أنا كان قصدي على جزئية التكويد اللي هي البركود بقلب جامد يتكلم ولا أنا والله أنا واخد الصنف ده مش لكة دي البركود بتاعه كذا ما بيش حاجة اسمها فيها وصدقل في النص وفي لش عظيم بس حزاتك متفائلة دكتور محمد أنا متفائلة لأنني شايف أنه فيه أمور بتتغير فيه أمور تغيرت الفترة يعني الثلاثة أربعة شهور اللي فاتتت تغيرت تماما في المركز بحصوله طب قل لنا يعني فيه رؤية رؤية تصبح في نظرة مش عايزين نقول يعني النظلم أفراد بس فيه رؤية اتغيرت واختلافت وبدأ الناس حتى تتفائل بالموجود يعني التفاول ده في حد ذاته وبيخلق فكر بيخلق بيخلق أن أنت أطاقتك كشاب يعني الطموح عندك موجود أنا في طموحي فيه يدنها تسمع يدنها تسمع يدنها تسمع ممكن تنفس الكلام اللي وانتسمع كويس جدا يعني وفاهمه وابتسمع طب حضرتك كنت قلت لدكتور محمد أن يعني الباحث في مركز البحوث بيصرف على الأمر من عنده وبيختبر كمان الهجن ذات نفسه من عنده كل ده من عنده وبيسافر وبيروح وييجي بين إمكانياته وبيجيب أصلا البزور على الفكرة هو بيجيب البزور بعلاقاته خاصة كباحث برأس الجهات الأجنبية أنه باحث بسجل وبيجيلهم ببنوك الجينات يعني ممكن تجيلهم يعني تجيلهم تقديريا كذا وفيه صعوبات حتى بتقولها يعني عند البلد الوحيد اللي فيه صعوبات على الفكرة بتقول التغاوي تقول التغاوي الأصناف اللي جاء من ببنوك الجينات يعني دي فيه صعوبة شديدة جدا يعني كل دي تقاط موضرة بقى دكتور محمد تقاط موضرة ولا حتى يكون بعد موصل ناس بتشتغل وعندها طلعت الهاجين أنا طلعت الهاجين مش لقى اللي سواءهولي بعد مفوض أن أنا بجني حصات تعب العمر ده كله قبع مكان بيستني الفرق طب أنا مين هيحرق لي أنا مش قادر جاري رس الماء وعليك مثلا عندنا مثلا في الخضر الوقت كان فيه صنف محسن محصولات الناس مش لقى التغاوي بتاعت وصنف مش هاجين محسن الناس مش لقى بذرة منه لين القطاع خاص لو دخل والدني طاقة وأنتك تبنى أنه هينتج المحصول ده يعني وبحصول خرافة يعني في نسبة للأرض الناس ضلبوا مش لقياه طب هل ممكن نحن نقول أن مثلا الجزء الدعائي مثلا في منظومة الزراعة واقع شوية محتاجين يعني نعمل دعاية بحيث أن رؤوس المال اللي لا يريد أن تستثمر نقول لها بصوا هنا فيه قطاع واعد جدا هو المفروض يعني قال الحاجة يبقى عندي مثلا كتاية بشيك يبقى عندي موقع محترم عليه كل أنواع الهجوم بتاعتي أن الصورة أصدق من الكلام أنت ممكن تشوف الصور على أرض الواقع تحكم تقول الناس بره يقول لك لا يغريني بدلا ما داخل أستثمر في نادي وأشتريه أدخل أشتري شركة تأوش أغال فيها ناس المستثمر يجيني بفكرة تانية يعني 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 يبقى عندي ملايين دا رشها ممكن نزع الصحراء كلها يعني الأمور على الأقل المستثمر أنا أجيبه حتى لو هو جاي دماغه متغيرة أنا أوجه له تفكيره أغيره تفكيره أقول له أنا أعيزك تخشيره في القطاع دا يبقى فيه رؤية سياسية لا أنا أعيز القطاع دا يتعمر التوجه بتاعي أنت جايب رأس المال حابب مصر وعيسي أسمر في مصر لا والله أنا أعيزك تتبنى قطاع الخضار وإنتاج التقابل طب بالنسبة لأبحاث حالتك بقى دكتور محمد فيما هي متعلقة بمحصول الكوسة وأيضا كمان عندنا مجموعة من الصور كمان المحصول يعني إيه الأخبار أنا اشتغلت على الكوسة في 10-11 سنة عشان يطلع هجل يقول إن معي هجل ويعني مش عايد واحد يحب يشكر في شغله أشكاله ألوان أخضر أصفر أبيض ألوان غير مألوفة ومطلوبة في السوق أنا طلعت الهجن وقفت برضه زي كل الناس ما فيش شركة خاصة تخش تقول والله أنا عايز أتعاقد معك من خلال الجهة البحثة بتاعتك ومن خلالك مع لجنتك مع لجنت إشرافك مع شغل رسالتك مع الناس كل المنظومة دي على الفكرة اللي عملوا الشغل ده يفوت تعاقدوا معي على إنتاج هذا الشغل عشان يسوقوا جوا بلدي الأمور دي كلها يعني أنا عندي تبكير 25 يوم الصنف في المنصر 45 يوم في 20 يوم فرق و3-4 سمار في الأطفال واحدة يوم ويوم بجمع 4-5 أضعاف في الانتاج أنا إذا مقارنة بقى سريعة ما بين المحصول اللي حردك أو الهجن تالكوسة اللي حردك كل ثلاثة يام بجمع صمرة مثلا يعني بيصف في الفيروس ما بتحملش الجفاف محصول اللي هو الصنف الأصلي المصري اللي هو نسميه إسكندران أنا عندي الهجين 25 يوم 27 يوم يعني إنتاج تبكير حوالي 20 يوم ممكن نهرب من الصبب الفيروسية تحمل الفيروس تحمل الجفاف 4-5 أضعاف أقل هجين طلع 3 سمار مش صمرة واحد وبجمع يوم ويوم يعني مدة الجامعة كمان يوم ويوم مش 3 أيام مش كل صمرة كل يوم يعني الصور يمكن أنه غاضحة هتبقى بين في الصور كمية التبكير الصمرة النبات لسه 25 يوم ونطلع صمرة 2-4 صمرة ده شغل شغل سنين رسالة ماجستر شغل المتكاتف رسالة ماجستر ودكترا على محصول واحد ومش أنا بس أنا باتكلمش عن نفس كل الباحثين في مصر إحنا معنا صور أهي فاندام في حاجات بيضة حاجات خضرة حاجات صفرة اللونها أصفر كل دي الألوان زي الفلفل أنا معتقد دي أحدا كمان يعني ممكن إحنا نكون سابقين فيها يعني يعني سوق الأوروبي ما يعرفوش ألوان لأ هم الأوروبيين يعرفوا ألوان بس إحنا السوق بتاعنا زي ما دخل الفلفل الألوان بعد سنين دخل عندنا ما ندخل منتجتنا المحلية أنا بدل ما استورده بالشوق الفلفل هو دخل على السوق كما أنا عندي هو قبل ما نبهر به بره أنا عندي أنا نفسي جات لعروض بره ورفضتها يعني إنه هو عايز سوى إنه بحسك اتنشرت فيها الشغلة ده في ناس بتكلمك بس واحد يعني ما كانش يشغل هو بجلد أنا أقفل عليه مش هطلعه مش هطلعه غير لبلدي بلدي مش عايزي زي حضرتك في كم واحد في مصر ما عيدش مركز بحس كله خليت نحل الناس شكل كل واحد ماسك محصوله ومطلع نتيجة فيه مش حد تشتغل في رسالة شاء شاء إلا ما طلع نتيجة ونتيجة كمان بشهادة لو طلعنا الأبحاث دي من الأدراجة دكتور محمد ممكن تتوقع إيه أتوقع أول حاجة أنا عايزة بقى كلمة الختمية من حضرتك اكتفاء ذاتي على الأقل مش هنستورد خضر هينتج محلي مش هنحتاج حد وفوق ذلك هنصدر وممكن نغزو أفريقيا كمان ونصدر له ونغزو الدولة العربية ونصدر له في إطار زمني قدي في إطار زمني أنا سنة أنا موكل اللي عايز أنا لسا سنتتكلم أحطيك مع المئة ألف صوبة أنا عندي مئة ألف صوبة مئة ألف صوبة دولة وأسمتهم خمسين ألف صوبة هنتج عضوي هبيع منتجات عضوية الأوروبة وصدرها خمسين ألف صوبة تحركات حدرتك للوصول بقى للوصول بهذه الأفكار والله إحنا بنتكلم بكتب في صحافة بكتب في إعلام حاسس أن في أصداء مستجيبة والله الحمد لله في ناس بتتكلم خير وإن شاء الله الرؤية توصل والله عندك أنا عندي خمسين ألف صوبة من المئة أنتجتهم لشباب الباحثين قلت لهم انتجوا الهجم بتاعتكم محليا والوصدرها تسوها لكم هيبقى عندي كمية انتاج محلي على الأقل هعلم عن الناس أقولوا عندي انتاج محلي كذا دكتور محمد حتىك شرفتنا ونورتنا ونتمنى أن زي نتمنى أن نستفيد بإنتاجنا بإنتاج مولدنا بإنتاج سؤنا المحلي زي محردك ما قلت كده نظرة مشرقة جدا في إطار زمني ديق جدا سنة واحدة ونقدر أن نبدل الأمر تلاني ليه لأن الهجين عندنا إحنا عندنا الهجين مجرد هنزرعه هنسوقه عندنا كل حاجة يعني البازل الأساسي عندنا والأرض عندنا والصوب عندنا والفكر عندنا أما حاجة الفكر يا فاند مشرفتنا ونورتنا وأنا ببارك لحدتك طبعا على هذا الانتاج الرائع ونتمنى إن شاء الله أن نبارك مرة أخرى بأن كلام الكلام اللي قلته ده يتخذ ضده طبعا إجراءات سريعة وتشريعات أيضا كمان وتغييرات في أمور متصلبة ومتجمدة بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبدين الباحث في وراسة وتربية الخضر شكرا يا فاندر محضر شاهد يا الكرام بشكركم شكرا جزيلا وتصبحوا على ألف خير شكرا جزيلا شكرا جزيلا